من غيابك إلا أنك أخبارك وتصريحاتك شاغل الناس والمتابعين دي هتموا يسمعوا شو تقولي ما بعرف إذا أرائك مثيرة للجدل هيك بشكل تلقائي أو متعمل آخر تصريحين يعني نشغل فيهن بدي أحكي بأول تصريح مؤخرا التقينا بالرئيس الليبي معمر القذافي وتناولنا العشاء مع ملوك ساحل العاش وهن عرات هيك الخوف منشات لفتني يعني كتير أنا لفتني مثلك شو عم بتصرح ليلى سامور الأخبار مدري شو صفحات على الفيسبوك حاطين أنه العالم فرطاني من الضحك يعني الرياكشينات شفت أنا تعليقين أنا ضحكت كمان لأنه نعم بيحكوا بطريقة كتير غريبة يعني أنه شو الغرابة بالموضوع يعني فصفنت فيه أنه قديشهم بسيطين الناس شو الغرابة بالموضوع اللي حكيتوا أنا طبعا الغلط الوحيد اللي أخذنا فسريلنا طبعا الغلط الوحيد أنه أنا لما عملت اللقاء هيدا مع أحمد الدراعي الصديق بوجه الرحية أنا كنت بالبيت وكان في هو ببيت وحملناه طريق على الأونلاين فأنا كل الوقت حامل الموبايل بأيدي تخيل وبيضي تضبط الإضاءة ومدري شو كزا يمكن لما حكيت هاي الشغلة أنا ما كنت أحكي عن موضوع أبدا ما كان يعني شو حكيته وقتا؟ ما أنه موضوع أنه بالأساس نحكي لأنه قال لي هو أنه أنا بتعرفي أنا شفت القزافي ومرة كنا بالصحافة وكوز عمل لهاي قلت له أنا مو بس شفته أنا رحت قابلته قال لي بالله جد؟ قلت له إيه والله بس تخيلي القصة هاي من عام يمكن 2010 ولا مرة بلقاءتي حكيت فيها لأنه هي ما أنا قصة ينحكي فيها بس شو حبرت أحمد الدرح حتى كان أول مرة بحكيها مع أحمد شو قلت تحديدا؟ قلت له بالضبط أنه فعلا أنه ملوك ساحل رحنا وقابلنا وكتير عملنا بشكل كذا وصفته كيف لما كان معنا بالقعدة بالجلسة بخيمته وبسيرت وبعدين قلت له بالعشة دعانا على العشة بنفس اليوم وهو ما قدر يجي بمطعم رحنا على مطعم طبعا الصور عندي الصور موجودة عندي لأنه أنا تصورت معهم كنت أنا بالمطعم كنا قاعدين أنا والصديق الأستاذ عبد الحكيم قطيفان وصباح الجزائري بس يمكن بالعشة ما بعرف إذا كانوا بس بتذكر تمام بالعشة كان معي عبد الحكيم لأنه حكينا أنا وياه فلما قاعدنا دخلوا قالونا أنه الرئيس مش رح يجي بس فيه وفد من ساحل العاج رح يكون معكم مثل ضيف شرف بالعشة دخلوا جماعة كنا مبهورين فيهم نحنا فعلا هني أنا كل ميت عرات القصد فيها أنه عرات الأكتاف لأنه لابسين الزي الأفريقي التقليدي بس الهاي يعني كتير عرات الأكتاف عرات الأكتاف أنا قلت عرات عرات وما انتبهت شو حكيتها طب عرات يمكن أنه ما حكيتها يعني هي ما الفهمت غلط بس أنه عرات شو أنا حكيت بعديها قلت له عرات كانوا عرات لابسين بس هيك نعم ومغطين لهون ولابسين ذهب فأنا شرحتها عرات لابسين هيك من فوق ولابسين كزهوية هيك تماما وهني كمان على فكرة استغربتي هيدا اللباس هيدا اللباس على كل حال هي بس استغربت كمية الدهب كمية الدهب العتيجان والمرسعة والألماس والدهب اللي هون والدهب اللي السلاسل على أصابيعهم والرجليهم هي يعني مغطيين بالدهب مليانين دهب هذا يعني لهذا اللي خلاني أنا وعب الحكيم قلت له بحياتي مش رفتك شيء إذن تناولت العشاء مع ملوك ساحل العاج هني ملوك هني أمره عفاً وبعد نصف عرات وماكسوين بالدهب مكسوين بالدهب بس هني مو نصف عرات هني عرات الأكتاف شو اللي أخذك عند القزافة والله أنا كنت بالبيت يعني إجاني اتصان من النقيب الفنانين الله يرح أمر أستاذ صباح عبيد قال لي في وفد رسمي طالعين ننقابل الرئيس القزافي لأنه نحنا كان فيه بتعامن بين دولتين وهو بيحب الفنانين كتير وداعم كان للفن ولكزا قلوا من طالع قال لي مدام صباح جزائري مدام صباح بركات أستاذ عبد الحكيم قطيفان ولينا حوارني بتذكر وكان فيه وفد من البرلمان حتى فكنا وفد كبير طالعين وحتى الطيارة لما قلت خاصة فعلا هو بعض طيارة خاصة شو طلعته تقولوله ليه طلعته لعنده بس هيك كان لقاء يعني هو بيحكي عن التعاون والعلاقة بين البلدين وهو بيحب سوريا وبحب الفنانين السوريين وهو يعني داعم لكل شي وبتابعنا وهيك كان هذا ما بيخسر الفنان بمطرح لما يرتبط اسمه مع رؤساء أو زعماء أو شخصيات سياسية عليها الجدال عليها علامات استفهام في العالم العربي ليه ليلة سمور بدا تكون بدا تروح تشوف مثلا القزافة وفد رسمي أنا كنت من الدولة يعني وفد رسمي ومعي نقيب الفنانين يعني كانت بالنسبة لي أول مرة ليه اختروك أنت وصباح الجزائر والأسماء اللي تم اختيارها ليه تم اختيار غيركم والله العظيم ما كنت بعرف